شاهدين أرجعنا لكم من جديد نعود نرحب بكل من ننضم والتحق بنا في هذا الصباح كل من اختار قناتنا سي بي سي بنو قناة الشروق العمال أشخاص يعانون من مشكلة نزول الدم في البراز أكرمنا الله وإياكم جميعا وعافانا وإياكم رح يلقوا الأجوبة كثيرة للعديد من التساؤلات حول هذا النوع من الحالة التي تصحبها كثير من الحالات المرضية الأخرى رح يعانج هذا الموضوع الدكتور قوادر موسى نقوله صباح الخير دكتور صباح الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن بداية نخلينا نعرف ماذا نقصد بنزول الدم في البراز بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرصدين نزول الدم في البراز أو باش يفهمها الناس في الفضلات عفاكم الله وعفانا نزول الدم هو لما الإنسان يفرز البراز انتاعه أو الفضلات انتاعه يلاحظ سواء قطرات قليلة من دم أو دم بصفة كبيرة وهذا من الأعراض اللي لازم ينتبه لها الإنسان لأنها قدرة تكون وهذا هو اللب الموضوع انتاعنا قدرة تكون يعني بسيطة وقدرة تكون من أخطر الأمور ولهذا حبينا نذكر الناس باللي كين يعني دم اللي يكون كما نقوله بالفرنسي بينا وكين دم اللي يكون من وراءه أمراض خطيرة أمراض خطيرة وقت الشي يكون تكون حالة طبيعية وعادية أنه نلقوا البورص الفضلات هو هو الناس جزائريين تقريبا كلنا نقوله عنا الكونو وبعد المرض انتاع الكونو كان مرض اللي منتشر بزاف وهو كان حتى يكون مرض عائلي هو مرض البواسر البواسر صح كي يكون الإنسان عنده البواسر في الأزمة تاع البواسر يكون انتفاخ يكون ألام ويكون دم والدم هذا يكون تفرق من شخص إلى شخص كين وين الإنسان يفرق دم كثير كين وين في أول الفضلات تنتاع وعفاكم الله يكون شويا تعدم ولا قطرات تنتعدم اسمح لي دكتور في هذه النقطة بالذات هل بالضرورة يخرج مع الفضلات ولا يمكن للدم أنه يسيح بدون فضلات لا لا جنال ما يخرج مع الفضلات كين وين يسيح من غير الفضلات هذاك من مهوش في الموضوع التعاني اليوم لأن الخطر الكبير اللي نحب يعني نحثع ليهن سنية هو الناس اللي عندهم البواسر وعنده الدم في البوراز نتاعه ويرجع هذاك الدم للبواسر لأن البواسر غالبيا ما تكون مسعوبة بالدم يرجع هذاك الأعراض هذوك البواسر البواسر مرض بسيط عنده علاج كيميائي يعني بالدوابرك وكان العلاج جراحي جراحي دونك مرض لخطير على الحياة تاع الإنسان ماشي على الصحة تاع الإنسان على الحياة تاع الإنسان ولكن من وراء هذا الدم هذا الناس اللي يكونوا عنده البواسر في أغلب الأحيان كيكون عنده الدم يقول لك نتجة على البواسر وهو في ربما وفي كثير من الأحيان عنده أسباب وقر الدم هذاك مراهوش جاي من البواسر عنده سبب واحد آخر وهذا هو الخطر اللي حبيت أنا نلفت النظرة على الناس إليه كل إنسان عنده دم في البورازن تاعه لازم يشوف الطبيب بشي سخص يشوف الطبيب بشي سخص إذا كان هذا الدم هذا ناتج عن البواسر وهو مرض بسيط ما هوش يعني مرض اللي يأثر بزاف على الحياة تاع الإنسان يتحالج دكتور كيم بزاف ناس يربطوه كي سمعو خروج دم يربطوه مباشرة بجرح هل هذا يعني أنه الدم الذي يخرج مع البراز والفضلات أكرامكم الله ناتج عن جرح أم عنده مؤشرات أخرى قادر يكون ناتج عن جرح قادر يكون ناتج عن البواسر وش هي البواسر البواسر هي كيس من الدم يتحجر فيه الدم وينتفخ يتحجر فيه الدم ينتفخ دونك يمد الألام وفي بعض الأحيان هذا الكيس هذاك يتقطع ويمد الدم كان حالة واحدة أخرى اللي فيها جرح لا فيه سير آنال لا خطر البواسر كان البواسر واحدهم وكان لا فيه سير آنال لا فيه سير آنال هو كان يكون جرح في الشرج ما يخرجش الدم خارج عن الوقت تعال إفراز الفضلات عفاكم الله ولكن على بر ما كانش وفي وقت الإفراز الإنسان لما يتكر الشرج أنتعوه ينفتح دونك الجرح هذا ينفتح ويقدر يكون فيه دم هذا سير آنال وكان قلنا البواسر لازم رويد من بين الأسباب التي تعل إفراز الدم لتسبب خطر في الحياة الإنسان هو عفاكم الله سرطان المستقيم وسرطان القولون وهذا السرطان أنا دايما نحب نسميه المرض الخبيث لماذا الخبر المرض الخبيث لأنه يفاجأ الإنسان يفاجأ الإنسان يقدر يعيش منعف قده نعم ما عنده والو ومن بعد يروح يشخص يلقى عنده المرض هذا والمرض هذا بالنسبة للحالة اللي الوقت اللي رانا فيه كاين يعني ولا الطب يتحكم فيه شوية بكري واحد كي تقوله عندك سرطان يعني لا تحتمي صح الطب ولا يتحكم فيه شوية وصورته كي يكون التشخيص نتاعه مبكر ولهذا كل إنسان عنده الدم في البوراز نتاعه لازم يشوف يستشير الطبيع يدير التحليل والأشياء اللي لازمة باش والأكولوسكوبي سورتو نرجعو لها يديرهم باش يعرفوا هذا الدم جاي من لافيسورانال جاي من البواسر جاي من سرطان تع المستقيم ولا سرطان تع القولون ولكن زوج أمراض واحدة أخرى اللي ما همش بالنسبة للخطورة كيما سرطان القولون ولا سرطان المستقيم وما همش سهلين كيما البواسر اللي جايين بين وبين هما مرض كرون للمرد دوكورون ولا لاريكتوكوليت الفسيرو اموراجيك هذا زوج أمراض يديروا التهابات وانتفاخ في الأمعاد الغاليظة في القولون تعل تعل الإنسان وهذاك الانتفاخ هذاك يكون له نفس الأعراض كما البواسر ولكن يكون عنده ألم الداخل البواسر يكون عنده ألم خارجية هذا الأمراض الداخل على مستوى البطن على مستوى البطن نعم لهذا الأمراض كيما لاريكتوكوليت يلسيرو اموراجيك تنصحب يسميها يلسيرو اموراجيك يعني فيها دم يديروا الكشف بالمنذار عندهم واحدة العبارة يقولها يقول الانتستان يعني المصران ليبكي الدم على خطر يشوفوها الداخل يشوفو قطرات تتاع الدم شو قطرات تتاع الدموع عن تاع الإنسان يهبطو لكن دكتور سمحليك قبل من رحول الطبيب يكفي ظهور الدم في البوراز مرة واحدة ولا لازم تكون متكررة العملية مرة واحدة يقدر يكون ربما أمتي بروبلة ولكن إذا كان تكرت مرتين ولا ثلاثة الإنسان نحن ما نقولوش يعني دائماً رحو خطر ولكن الإنسان لما يشوف الطبيب ويشخص ينجي ينجي يروحو من الخطر هذا اللي رح يعني فيه كثير من الناس أنا شاهد لستة وثلاثين سنة خدمة شاهدت الناس حتى في الأقرب والله في الأحباب الأحباب يقولوا أنا عندي الكولومبرك عندي الكولومبرك عندي الكولومبرك ويشخص نفسه كين نبدو باللي ما هونش خطير البواسر ولا لا في سوريانال يعني الجرح في الشرج هذو ما همش خطيرين كين لأقل خطورة أكثر خطورة ولكن متوسطة كين لملدي دو كرون مرض كرون نتعى الأمعاء ولا هذه كما قلنا المصران يبكي الدم يمد بزاف الدم في الأخر كين كين حاجة واحدة أخرى نحب نلفت فيها النظر تاع الناس كين وين يجي عفاكم الله الفضالات ما فيهمش دم ولكن الفضالات يجيوا اللون تحهم أسود كيكون اللون أسود هذاك في أغلب الأحيان راه كين دم دم ولكن يكون في منطقة في الجهاز الهضمي الأعلى إذن ما عنداش علاقة مع ناول الغذاء اللي ينتناولوه لأن كثير من الناس يربطوا لون البراز أكرمكم الله بالأكل اللي يأكلو صح كين سواء البراز ولا البول أكرمكم الله اللي يأكل بطراف ولا يستعمل أدوية اللي فيهم الحديد ولا راح يغير اللون ولكن إنسان اللي ما يوش يشرب في الدواء ما عنده حتى حاجة ويخرج الفضالات تتاعو يخرج اللون تحهم أسود لخطر الدم كي يطول يكون حمر كي يكون جديد وبعد كي يطول ولي أسود إذا كان في الجهاز الهضمي الأسفل لتحت راح يكون دم أحمر وإذا كان في الجهاز الهضمي العلوي راح يكون لون تاع الفضالات يكون يكون أسود وما كانش معاهم دم يكون برك الفضالات يكون يكون لون تاعهم أسود قلنا بسك هدرنا على الجهاز الهضمي العلوي كان لموراجي ديجستيف كان إنسان القرحة في المعيدة تاعو والقرحة هذه تقدر دير نزيف النزيف هذاك يفوت في الأمعاء ويخرج مع الفضالات عفاكم الله ولكن يخرج باللون أسود لكن عندهم أعراض أخرى متبينة العرض المشترك هو خروج الدم العرض المشترك هو الدم وكين أعراض أخرى كين أعراض أخرى على هذه لنقول إنسان لازم يشوه عن الطبيب باش يدير الكشف انتعوه باش يقلب هذاك الدم قال سي هذه في سيرانال الجرح في الشارج قال هذا البواسر قال هذا قال هذا مرض القرون تاع الأمعاء قال هذا القرحة تاع المعيدة لدير النزيف ولا بعد شر كين هذا اسمه سرطان القولون ولا سرطان المستقيم اللي كما يتشخصوش يكون يعني الخطورة انتحام تكون كبيرة أنا شاهدت إنسان راح للطبيب راح للطبيب عنده لانيمي فقرة دم در در لزاناليز لقى عنده فقرة دم أنا شاهدته ما زال نشوفه حتى اليوم عنده فقرة دم كين دار فقرة دم هذاك عطوله أدوية تاع فقرة دم ما ما تحسنش لحال انتاعه ما عاودوا للطبيب تاع طبيبة تاعه قل ها جابلي يا ربي ما رانيز شير صح جابلي يا ربي راني شفت الدم في البوراز تاعي شوية سكيفي طاح في الطبيبة اللي كانت يعني عندها انتباه جبت 30 سوناد دالار مؤشر مؤشر قلتوا روح روح دير لي بيسك لانيمي تاعك ما براج فقرة دم تاعك ما براج بو نشوفه الدم هذا أولا نتأكدوا بلي كين دم ثانيا نشوفه من جاي هاد الدم بعثتوا دار لكولوسكوبي كولوسكوبي كونسير ديوريكتون سرطان المستقيم ودار عليها عملية دار العملية دار العلاج الكيميوي والعلاج الوسمو رأيها بس عليها بالنسبة للأطفال كثير من السيدات يقول لك أنه طفل الرضيع ربما يفرز حمرار ولا نوعا قليل من الدم مع البراز عندها مشاكل أخرى صحية ترفق هذا خروج البراز اللي فيه الدم بيأسر تكون تكون مشاكل على خطر تختلف على المشاكل اللي حكينا عليها أهي الدم البوراز ما فيهش دم البوراز هو الشي اللي كلناه الفضلات اللي قاعدوا من الأكل اللي كلناه يخرجوا وبالنسبة للراضيع لازم لازم لوتود شوية الكشف الكشف على خطر له كين الأمراض نتعى الأمعاء اللي خاصة بالراضيع كين الأمراض على مستوى الشرج اللي لازم يكشف عليهم وبعد ما يكون الكشف يكون تشخيص وبعد ما يكون تشخيص يكون العلاج والعلاج إذن كما ذكرت دكتور يختلف من حالة إلى أخرى إلى أخرى يعني في الخلاصة في الخلاصة الناس اللي عندهم البواسر ولا عندهم القولون ما يرجعوش كل هذا الأعراض اللي ما هيش عادية قال أنا عندي البواسر سيبون سالي عندي الدم إذا كان كين دم في البوراز عفاكم الله لازم دائما يكون تشخيص أسيدي ماذا بينا يكون البواسر حاجة بسيطة ولكن على الأقل نيليميني والحاجة اللي تكون ربما أخطر و إذا كان مع الجنهاج في وقتها مبكر قدرة تكون أخطر أكثر شكرا لك دكتور قوادر موسى نورتنا بإطلالتك عفوا